نختم فقرة الأخبار مع حضراتكم بنتيجة تصويت الجمهور على أفضل لاعب في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي واللي سهمت النتيجة الحقيقة في تغيير جدول الترتيب العام في المركز الأول كان خليني قبل ما أقول المركز الأول خليني أقول حلالكم أنه طيب ظهر خلاص كانت أنه وليد سليمان طبعا بيفوز بالمركز الأول ومن اللحظة الأولى يمكن أنا وصارة قلنا أن الحاوي الحقيقة قدم مباراة أكتر من رائعة والحقيقة ده كان واضح بشكل كبير جدا حسم التصويت بفرق كبير جدا عن منافسيه في المركز الثاني أو الثالث المركز الثاني أو الثالث تنافس عليه أربع لعيبة أكرم توفيق بدر بنون علي معلول أليو تزينج والمركز الثاني كان من نصيب أكرم توفيق بالضبط كده أكرم بيدخل لأول مرة الحقيقة وأكرم الحقيقة من اللعيبة اللي خدت حجم تصويت كبير يعني أعتقد أنه الأربع مراكز دول كان برضو الفرق في الأصوات بينهم ومن بعض مش كبير قوي لكن كلهم الحقيقة كانوا واخدين أصوات كتيرة جدا لكن أكرم نجح في أنه يحسم المركز الثاني لصالحه وبعده في المركز الثالث جيه طبعا مركز الثالث كان من نصيب لعب يمكن مش بقيله كتير معنا ولكن الإشادة كبيرة قوي بدر بنون طبعا اللي فيه ثبات في المستوى رهيب عند اللعب المغربي بدر بنون اللي كان من نصيبه المركز الثالث كده المركز الأول وليد سليمان ثلاث نقطة والمركز الثاني أكرم توفيق نقطتين والمركز الثالث بدر بنون نقطة واحدة تقول لنا الجدول كله لما نضيف النقاط دي على رصيد لعيبة النادي الأهلي اللي دخلت في مطشاط سبعة قبل كده مازال كهرباء وعلي معلول بيحتلوا المركز الأول بالتساوي برصيد ثمن نقاط من إجمالي ثمن مطشاط لعيبها كل واحد فيهم كان أليو جانج محتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط لكن بعد فوز وليد سليمان بالمركز الأول بياخد ثلاث نقاط يضافوا الثلاث نقاط سابقة كان حصل عليها وبالتالي بيوصل عدد رصيده لست نقاط يحتل بيهم المركز الثالث في الترتيب العام يتراجع أليو جانج من المركز الثالث للمركز الرابع برصيد خمس نقاط وبيدخل بنون بنون مواخد في أربع مطشاط تصويت الجماهير مرتين كثالث أفضل لعب ومرة كثاني أفضل لعب بيبقى عنده أربع نقاط بيحتل بيهم المركز الخامس وراهم بييجي محمد شريف برصيد ثلاث نقاط بعد كده عندنا عمر السلية برصيد نقطتين طبعا عمر غاب مطشاط كثيرة جدا وحمد الله على سلامتهم برح أول مرة نشوفه في الملعب إن شاء الله بإذن الله فترة جاية تكون فترة تقلق والسعادة المستوى طيب يعني كل مرة الحقيقة وزي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من لعبة النادي الأهلي خدت سيقة الجماهير في أكتر من مباراة وأعتقد إنه هنستمر مع حضراتكم طبعا بفكركم برده بسؤال حلقة النهاردة من وجهة نظركم مين أفضل ثلاث لعابين في مباراة الأهلي والبنك الأهلي